موسيقى أهلا بكم إلى المسائية من الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة الظواهر يبايع زعيم طالبان الجديد هي باعة لضمان المأوى أم هي جزء من خطة لمواجهة التهديدات ومنافسة داعش داعش يتبنى هجمات السيدة زينب في سوريا إرهاب المدنيين بعملياته الانتحارية وتغطيت هزائمه أمام الجيش السوري في الرقى وحمص موسيقى مساء الخير مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري زعيم حركة طالبان الجديد في أفغانستان هيبة الله أخوان زادة تؤكد ثبات العلاقة بين القاعدة وطالبان في زمان الخلافات والصراعات بين الجماعات الإسلامية المتشددة حيث يمثل داعش محور تلك الصراعات في سعيه لإلغاء الجميع فهو نفس القاعدة في مناطق نفوذها وانتزع البيعة من جماعات كانت تابعة لها كما حارب طالبان داخل أفغانستان بين القاعدة وطالبان سنوات نضال ودعم متبادل ليس أقله تأمين التموين من قبل القاعدة وتوفير الملاذ من جهات طالبان مستقبل هذا التحالف فالأسس التي يقوم عليها ستكون في محور نقاشنا الأول من المسائية لهذه الليلة أما في الملف الثاني فنناقش تفجيرات منطقة السيدة زينب بري في دمشق التي تبناها داعش وأبعادها لجوء التنظيم إلى الهجمات الإرهابية لتعويض خسائره في الشمال وأيضا في العراق ولكن قبل أن نناقش هذين الملفين نتوقف مع مجز لأهم الأخبار أهلا بكم فاد مراسل الميادين في العراق بتحرير معظم الحي المصنع جنوب الفلوجة وأن القوات العراقية تتابع التقدم لتطهير الحي من داعش وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب فتح ثغرة في خطوص داعش في منطقة حي الشهداء الأولى إلى غرب المدينة حيث أطلقت القوات المشاركة أو المشتركة عملية واسعة لاستعادة منطقاتي الفلاحات وصبيحات فيما أجلت أكثر من مئة عائلة من المنطقة دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر إلى تظاهرة سلمية كبيرة بعد شهر رمضان وطالب بوقف التظاهرات خلال شهر الصوم لمنع الاحتكاك وفي بيان له قال الصدر أن التعدي على المتظاهرين من قبل الحكومة وميليشياتها أمر مرفوض كما أضاف أنه لي تدخل مستقبلا إذا خرجت التظاهرات عن سلميتها في هذه الحالة يعاني سكان ريف منبج في سوريا من سوء التغذية وتوقف الأفران عن العمل وشح المواد الغذائية وذلك بسبب سيطرة داعش السابق على المنطقة والمعارك التي دارت فيها بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية وقد سجل ريف منبج عودة خجولة لأهالي المنطقة مع دخول الهلال الأحمر لمعالجة المصابين جراء المعارك في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية دمرت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الفلسطيني مراد بدر دعيس قرب بيت عمرى جنوب غرب الخليل وذلك بحجة تنفيذه عملية طعن في شهر كانون الثاني أدت إلى مقتل مستوطنة وقال جيش الاحتلال إن قواته دخلت قرية إطاف في الضفة الغربية في وقت مبكرا اليوم لهدم منزل الفلسطيني دعيس الذي لا يزال معتقلا في سجون الاحتلال أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بتفليقة تعديلا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال طال العديد من الوزارات التعديل شمل إنهاء مهام أربعة وزراء بينهم عمار غول وزير السياحة ووزير المالية عبد الرحمن بن خالفة كما شمل دمج عدد من الوزارات بسبب الأزمة الاقتصادية والتقشف أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطن الليبية سيطرتها على ميناء سيرت هذه القوات المؤلفة من مقاتلين من مدينة مصراطة تقدمت إلى أطراف قلب المدينة بعدما شنت هجوما مضادا ضد داعش الشهر الماضي قال مصدر عسكري في مصراطة إن مقاتلين في جنوب سيرت قاموا بالالتفاف إلى الواجهة البحرية للسيطرة على المدينة شهدت مدينة مرسيليا الفرنسية أعمال شغبا قام بها مشجع وفرق كرة قدم مشاركة في كأس أمم أوروبا فقبل مباراة روسيا وإنجلترا اشتبك المئات من المشجعين مع بعضهم وتبادلوا الشتائم ورشقوا عناصر الشرطة بزجاجات في حي المرفأ القديم الشرطة أطلقت الغاز المسيلة للدموع وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم في المرفأ بعد أعمال العنف وأوقفت سبعة مشجعين المجاز انتهى عودا من جديد إليك لانا وإلى المسائي أتفضلي شكرا لك فتون إذن بايع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري زعيم حركة طالبان هيبط الله أخوان زادا باعة وإن لم تكن جديدة على علاقات التنظيمين غير أنها في هذا التوقيت تطرح المزيد من الأسئلة عن مدى تطويرها ربطا بمواجهة المشتركة يخوضها تنظيمان ضد تنظيمات خرجت من رحمها أبرزها داعش إضافة إلى حروب دولية مزالت القاعدة تخوضها وإن بزخم أقل من السابق لأسباب عدة محمد محسن فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم مجددا نهج الشيخ أسامة رحمه الله في دعوة الأمة المسلمة لتأييد الإمارة الإسلامية وبيعتها لا جديد في مبايعة زعيم القاعدة زعيم طالبان إذ أنه اعتيادي في العلاقة بين التنظيم والحركة منذ بداياتها في التسجيل الذي لم يتسنى تأكد من صحته ما زال تنظيم القاعدة إلى جانب طالبان التي تخلى الحزب الإسلامي الأفغاني بزعام دي قلب الدين حكمة يار عن حلفه معها أخيرا لا يبدو أن أمام الظواهر خيارات عدة غير مبايعة طالبان مجددا فحال تنظيمه ليست كما يشتهي ولسيما في المناطق الملتهبة من الأمة كما يحددها الظواهري في اليمن يتقاسم تنظيم القاعدة النفوذة جنوبا مع داعش حيث يسيطران بعدما كان حكرا على القاعدة قبل بداية حرب التحالف السعودي على اليمن في سوريا قد تسحب جبهة النصرة بيعتها للظواهري إن توحدت والتنظيمات المتشددة الحليفة لها ضمن إمارة إسلامية في الشمال السوري أو جيش موحد وهذا ما لم يمانعه الظواهري إذ قال في تسجيل سابق إن انتماء جبهة النصرة لتنظيم القاعدة لن يكون عائقا في وجه آمال الأمة على حد تعبيره هنا في ليبيا وفي عموم أفريقيا يرصد المتابعون تراجع دور القاعدة لحساب داعش أيضا داعش عدو القاعدة والجماعات التي تدور في فلكها مع تراجع القدرات الميدانية للقاعدة تحول خطاب الظواهري إلى تحريدي بعدما كان في فترات سابقة أشبه بأوامر عمليات يثني الظواهري على عمليات أمنية لاستهداف بلاد من يسميه التحالف الصالبي لكنه لم يعد شريكا في التخطيط ولا التوقيت فيما تثبت طالبان نفسها كرقم أفغاني ميداني صعب يتراجع نفوذ القاعدة إقليميا ودوليا هكذا يصبح تجديد البيعة لطالبان أكثر الحاحن إضافا إلى أن حركة الظواهر الأمنية وحمايته الشخصية تؤمنهما طالبان بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ليس أمرا لوجستيا فحسب إذ أن الرعيل الأول للقيادات المعروفة في القاعدة يكاد ينتهي وهو ما سيضع التنظيم أمام معضلة قيادة حول هذا الموضوع من العاصمة البريطانية رئيس تحريد شديدة رأي اليوم الإلكترونية سيد عبدالباري عطوان ومن العاصمة الأردنية عمان الخبير في شؤون الجماعات الجهادية دكتور حسن أبو هني أهلا بكما وأبدأ معك أستاذ عبدالباري ربما ليس مفاجئا أو جديدا أن تتم هناك المبايعة من قبل القاعدة لزعيم طالبان جديد ولكن ما الجديد برأيك؟ ما أهمية هذه المبايعة الجديدة بحسب رأيك؟ نعم لا جديد فعلا هذه البيعة هي امتداد لبيعة سابقة لزعيم تنظيم القاعدة الشيخ أسامة بن لادن لحركة طالبان لكن الجديد هنا هو ثلاثة نقاط رئيسية النقطة الأولى هي التأكيد على تمتين العلاقات بين تنظيم القاعدة وبين حركة طالبان النقطة الثانية هي تأكيد العرفان بالجميل من قبل قائد تنظيم القاعدة لحركة طالبان التي حمد تنظيم القاعدة طوال السنوات الماضية النقطة الثالثة وهي الأهم في رأيي هي تأكيد التحالف بين حركة طالبان وبين تنظيم القاعدة في مواجهة الدولة الإسلامية أو تنظيم داعش الذي يتوسع بشكل غير عادي في معظم أنحاء العالم على حساب تنظيم القاعدة يتوسع في أفغانستان يتوسع في ليبيا يتوسع في الصومال يتوسع في سوريا يتوسع في العراق في أماكن عديدة فأعتقد أن التوقيت لهذه البيعة مهم جدا وهو عملية مثل ما قلت تأكيد أن القاعدة ما زالت موجودة وأنها ما زالت في حلف قوي مع حركة طالبان ويريد أيضا الشيخ أو الدكتور أيمن الظواهري يريد التأكيد على أن الأمير المؤمنين الأمير الجديد الذي هو هيبة الله خونت زادة هذا هو أمير المؤمنين على الأقل في أفغانستان وأن تنظيم القاعدة ما زال هو الذراع العسكري الخارجي لحركة طالبان في العالم بأسره دكتور أبو هنية هذا الحلف بين طالبان والقاعدة برأيك ما هي عناصره ولماذا لم يهتز مع الوقت أعتقد أنه بدأ تحالف للضرورة ثم أصبح تحالفا موضوعيا ثم أصبح تحالفا واقعيا منذ بعد 11 سبتمبر هناك نعلم أن خلافات موجودة ببناء الحركة وكذلك تصوراتها الأيدولوجية يعني تبقى حركة طالبان على الرغم من إنهاء هذه الإمارة في نهاية 2001 بعد هجمات سبتمبر لكن لا تزال الحركة هي حركة محلية وطنية تستند بشكل أساسي إلى قومية البشتون ولا يوجد لها أي أهداف ذات طبيعة يعني إقليمية أو معولمة وطيلت هذه السنوات على الرغم من الضغوطات الكبيرة ومواجهة القوات التحالف بقيادة الولايات تهدي الأمريكية ولكنها احتفظت بهذا النهج وطالما كرر حتى أختر منصور الزعيم السابق وحتى هيبة الله أخنزاد الزعيم الحالي على أن الحركة أهدافها هي إعادة بناء الإمارة في داخل أفغانستان ولكن لها أهداف معولمة هذا على خلاف تنظيم القاعدة الذي هو نشأ كحركة مضادة للعولمة عبر الجبهة الإسلامية العالمية لقتال يهود والصليبيين ولكن كانت حركة الطالبان بالتأكيد تستفيد من هذا التنظيم لأنها كانت تستحوذ على عمليات التجنيد والاستقطاب فيه لمساعدة هذا التنظيم بشكل أساسي ولكن نعلم في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش لم تعد هذه عمليات الاستقطاب والتجنيد كبيرة تنظيم القاعدة ضعف كثيرا من بعد مقتل باللادن في الثاني مايو عيار 2011 ثم بعد ذلك معظم القادر العملياتيين من عطية الله إلى أبو يحيى الليبي ومؤخرا آدم قدن التنظيم أصبح ظل ما كان عليه وبالتالي أعتقد هذا نوع من التقليد الرسمي الآن طالبان تريد أن تستفيد مرة أخرى من الظواهر ومن القاعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل أساسي وإلا فأعتقد أن طالبان تعتبر أن القاعدة باتت عبئ على التنظيم ولكن طالبان ليست شيئا أيضا موحدا بمعنى أن هناك أجنحة في داخل طالبان لا تؤيد القاعدة لكن أعتقد بعض الأجنحة التي هي موضوعة للوائح الإرهاب وتحديدا جناح شبكة حقاني ومع القائد سيراج الدين حقاني الذي هو أصبح نائب الملة أخند زادة هيبة الله هو ربما يكون أكثر قربا من جناح القاعدة وبالتالي أعتقد هناك مصالح مشتركة وإرث مشترك تاريخي لا أكثر ولا أقل سيد عبد الباري هناك ظهرت بعض الخلافات داخل طالبان على مسألة الزعامة هناك من اعترض على كثير من الأمور برأيك مسألة الدعم الذي تلقاه هيبة الله أخند زادة من القاعدة كيف ستؤثر على تماسك حركة طالبان من الداخل في ظل ربما من يقول أنه ستشهد صراعات بسبب هذه الزعامة لا أعتقد هذه البيعة ربما تعمق الخلافات داخل حركة طالبان نحن نعرف أن الحركة مقسومة بين هناك جناح متشدد يؤيد الدولة الإسلامية أو داعش وبين جناح آخر يؤيد القاعدة بطريقة أو بأخرى فأعتقد هذه البيعة ستحيي هذه الخلافات أو تصاعد حركة طالبان منقسمة هناك جناح سراج الدين حقاني هناك أيضاً الملة يعقوب بن الملة محمد عمر وهناك أيضاً جناح أخ ما زال وفياً لأخطر منصور الزعيم السابق اختيار هيبة الله خند زادة كان معبارة عن محاولة للحفاظ على وحدة هذا التنظيم نحن نعرف أن هيبة الله الملة الجديد كان قاضياً شرعياً وليس له أي علاقة بالتنظيم السياسي أو التنظيم العسكري لحركة طالبان فأعتقد أن هذه البيعة لا نعرف أنه هل قبلها الزعيم أو الطالبان الجديد أم لا لكن في حالة قبوله لها أنا في تقديري ستؤدي إلى بعض الخلافات نحن نعرف جيداً بأن الملة أخطر منصور تعرض لانتقادات شرسة جداً من تنظيم الدولة الإسلامية اتهموه بأنه أخفى وفاة الملة عمر لمدة عامين أصدر بيانات بإسمه لتؤيد العملية السلمية التفاوضية مع الحكومة الأفغانية ومع الولايات المتحدة الأمريكية وسمعنا الملة يعقوب ابن الملة عمر ينتقد بشدة الأخطر منصور على إخفاء هذه الوفاة حتى هو نفسه الملة يعقوب تعرض الانتقادات لأنه قبل بتعليمات الملة أخطر منصور بإبقاء هذه الوفاة نوعاً من السر أعتقد أن الخلافات في حركة طالبان ما زالت مستمرة الملة الجديد أو الزعيم الجديد الملة هيبة الله يعني يحاول بقدر الإمكان الحفاظ على أجنحة هذه الحركة لكن في تقدير الجناح المتشدد ما زال هو الأقوى وما زال يعني يؤيد أكثر الدولة الإسلامية وليس تنظيم القاعدة في كل أحوال ورغم أن حركة طالبان والقاعدة يواجه المصير المشتركة في أفغانستان إلا أن هناك نقاط عدة للاختلاف والخلاف بينهما أو الاختلاف يعني كي لا نقول خلاف أبرز تلك النقاط تتمثل في التمايز الأيديولوجي بين الطرفين فالقاعدة هي تنظيم عالمي لا يعترف بالحدود السياسية ولا سيما في العالم الإسلامي وعلى العكس فأن طالبان أفغانستان تظلوا حركة التحرر الأفغانية تلتزم بحدود بلدها نشاهد ما هي بالتفصيل هذه الاختلافات مع زمينة محسن ساسي ونعود بعد ذلك إلى النقاش يحاول البعض إرجاع تاريخ العلاقة بين الطالبان والقاعدة إلى فترة الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي حيث كان أسامة بلدن ممقولا سخيا للجهاد الأفغاني ولكنه أمر غير صحيح لأن طالبان وقتها لم تكن وجدت بالصورة التي نعرفها اليوم فقد تألفت الحركة من مجموعات من الطالبة كانوا يدرسون العلوم الشرعية في المدارس الباكستانية وكان جلهم من أبناء المقاتلين الذين قتلوا في معارك مع الروس وعندما لم يحقق المقاتلون الأفغان آمال شعبهم في دولة إسلامية تبسط سيطرتها على أنحاء أفغانستان فوجئ العالم بظهور حركة طالبان على مصرح الأحداث وحتى تلك الفترة لم تكن هناك علاقات من أي نوع بين طالبان والقاعدة إذ كانت القاعدة ترتبط ارتباطا كبيرا بالقائد الأفغاني الشهير قلب الدين حكم تيار والذي أوفر لهم دوره ملاذا آمنا في جلال باد عقب خروج تنظيم القاعدة من السودان عام 96 غير أن انشغال مقاتل طالبان عقب خروج الاتحاد السوفيتي بتصفية الخلافات القديمة كان صدمة بالغة الأثر في نفوس من عول على المقاتلين الأفغاني والعربي في إقامة الدولة الإسلامية لذا وجدت القاعدة في طالبان النموذج الذي سيتمكن من تحقيق كل هذه الأمنيات فأعلن التنظيم ولاءه الكامل للملا محمد عمر وبايعه أسامة بن لادن كأمير للمؤمنين وعلى الطرف المقابل فقد قدر الملا محمد عمر لهم سنوات العطاء الطاولة في الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي لم تسر العلاقة بين الطرفين على وطيرة واحدة من حيث القوة والمتانة فعقب تفجيرات نيروبي ودار السلام التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤولية عنها ساءت العلاقات لدرجة دفعت الملا عمر إلى إغلاق معسكرات القاعدة في أفغانستان ووضعت طالبان في مواجهة سافرة مع الجانب الأمريكي انتهت بالقصف الجوي عام 98 ويبدو أن هذا القصف قد أدى إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين بعد أن أخذ الملا محمد عمر التعهدات على بلدن والقاعدة بعدم القيام بأي عمليات عسكرية خارج أفغانستان من شأنها إلحاق الضرر بما سماه الدولة الإسلامية الوليدة نعود إلى النقاش دكتور حسن أبو هنية هذه البيعة إلى أي مدى تتناقض مع عقيدة طالبان باقتصار نفوذها على الأراضي الأفغانية بعكس القاعدة التي تعتبر أن انتشارها عالميا أكثر هذا صحيح وهذه ربما أحد أكثر النقاط التي استثمرها تنظيم الدولة الإسلامية في مهاجمة الطالبان وكذلك تنظيم القاعدة على اعتبار ويصفها أحيانا بالكفر والردة باعتبار أن حركة الطالبان حركة محلية قومية وطنية ليس لها أهداف معولمة وبالتالي هي تؤمن بي أيضا ودخلت في الأمم المتحدة وهي كانت تبحث عن عضوية كاملة وكانت لها سفرات في بعض الدول العربية والإسلامية وهذا يناقض الأساس الأيدولوجي لتنظيم القاعدة الذي يعتبر كل مكونات المنظومة الدولية والمحلية الوطنية هي أنظمة ذات طبيعة كفرية ولكن تم تجاوز كل هذه الخلافات بالتأكيد نظرا لوجود مصالح مشتركة في تواريخ محددة هذا هو الأمر المؤكد وأعتقد أن الآن كما قلت بأنه فعلا أصبحت القاعدة عبئ يعني كان أحد الشروط الأساسية في عملية التفاوض والدخول في عملية السلام هي فك الارتباط في القاعدة كما يجري الآن مع جبهة النصرة في سوريا لأنه لا بد من فك الارتباط مع حركة مصنفة كحركة إرهابية ولها أهداف معولمة وأعتقد أن هذا النهج كان أخطر منصور قد شدد عليه وكذلك حتى هيبة الله وأعتقد كما أشرى الأستاذ العزيز عبد الباري عطوان أن انقسام الحركة لا نتحدث نحن عن حركة طالبان متجانسة على الصعيد الأيدولوجي هناك انقسامات وعندما تولى فعلا أخطر منصور نحن نعلم أن كان هناك ربما كان تفضيلا لأحدهم لعبد القيوم ذاكر من رئيس المجلس العسكري وأحيانا ملة يعقوب وربما كان سراج الدين الحقاني وأعتقد أن حاليا حتى القاعد الفعلي هو سراج الدين حقاني لكن حتى الحركة راعت كون أن سراج الدين حقاني وشبكة حقاني الكامل موضوع على إعادة الإرهاب على خراف حركة طالبان ففضلت أن يبقى هو نائب الملة هيبة الله أخند وبالتالي أعتقد هذا يشير إلى هذه طبيعة التناقض وبالتالي أعتقد بأن تنظيم حركة طالبان الآن أمام تحدي جديد هو تحدي التنظيم ليس فقط مع حكومة أشرف غني واستحقاقات عمل السلام والعلاقة مع جهاز الاستخبارات الباكستاني كل هذه العلاقات المعقدة طالبان كانت لها علاقات وكانت لها نعلم عبد السلام ضعيف هو موجود كدبلوماسي مع باكستان وهناك أيضا المكتب في قطر وأغا خان إذن الأمور حركة طالبان تختلف تماما وهي حتى في أساس الأيدولوجي هي تستنمي إلى الفضاء الديوبندي في شبه القارة الهندية وليس ذات طبيعة السلف الوهابي هناك خلافات كثيرة لكن كما قلت هناك أجنحة وهناك بعض التحالفات الموضوعية ولذلك مضطر لنقول حتى الآن وتحديدا سراج الدين حقا أن يبقي على الظواهر في مواجهة تنظيم الدولة ولكن يمكن أن تفك الارتباطات من قبل حركة طالبان إذا تم فعلا الدخول في عملية سلام ربما هذه المبايعة أستاذ عبد الباري تأمل منها القاعدة أن يكون هناك مساعدة أو تحالف في وجه داعش في وجه تنظيم الدولة من قبل طالبان رغم صراع الأجنحة التي تتحدثان عنه أكثر من مرة برأيك إلى أي مدى هذه المبايعة فعلا ستأتي كما تتمنى القاعدة بأن يكون هناك تحالف قوي في وجه داعش يعني مثل ما تفضل الدكتور حسن أبو هني تنظيم القاعدة لم يعد قويا في منطقة أفغانستان على وجه التحديد يعني أنا في تقديري أن الدكتور عيمان الظواهري يريد أن يحتمي بحركة طالبان أكثر من أن حركة طالبان تستفيد من تنظيم القاعدة أنا في تقديري نعم الغول الأكبر أو الهم الأكبر بالنسبة إلى الحركتين حركة طالبان والقاعدة هي الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية بسبب مواقفها المتشددة جدا يعني تحظى بقبول في أوساط الكثير من التي هي حركة طالبان سواء داخل أفغانستان أو في منطقة باكستان على وجه التحديد يعني هذا التشدد الذي تعرضه أو تقدمه الدولة الإسلامية يحظى مثل المغناطيس يستقطب الكثيرين خاصة في أوساط المقاتلين في حركة طالبان هذا ما يزعج بالدرجة الأولى تنظيم القاعدة وما يزعج أيضا حركة طالبان ونحن نعرف أن مثل ما قلت الزعيم الجديد لحركة طالبان حيبة الله أخوند زادة مجرد واجهة فقط ليس زعيما حقيقيا للحركة وهو فترة انتقالية وأنا أتفق مع الدكتور حسن أبو هنيو مرة أخرى بأن سراج الدين حقاني أو الشبكة الحقانية هي الأقوى لكن أنا في تقديري أن سراج الدين حقاني نعم هو ورث هذه الزعامة من والده جلال الدين حقاني وأنا يعني الشيخ أسامة بلادن قال لي بأن يعني علاقته مع حركة طالبان ترسخت لأنه هو الذي أقنع اللي هو جلال الدين حقاني بأن ينضم وكان وزيرا للدفاع في الحكومة الأفغانية أن ينضم إلى حركة طالبان ومن هنا بدأت تحالف حقيقة بين حركة طالبان وبين تنظيم القاعدة لكن الصورة الآن تتغير بشكل جذري وبشكل أساسي وهو أن النجاحات التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن مؤخرا هذا جعل التنظيم يحظى بقبول أكبر من حركة القاعدة وبدأ الكثير من الشباب خاصة في أفغانستان يتبنى أيديولوجية هذا التنظيم فأعتقد أن حركة طالبان تواجه تحديا كبيرا في الوقت الحالي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية أو فرع تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية أفغانستان مثل ما يطلق عليها أبو بكر البغدادي وأدبيات تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش في الرقة وفي البوصل وفي مناطق في منطقة حلب وحتى أيضا في ولاية السرط التي تقوى حاليا وتحاول أن تكون بديلا ولو جزئيا للتنظيم السيدة عبدالباري بنا على ما تفضل به إلى أي مدى خلافة أبو بكر البغدادي وداعش بشكل عام يهدد أيضا زعامة طالبان بالنسبة للشباب الذين ينتمون إليه نعم هي المشكلة الأساسية بين تنظيم القاعدة والدكتور أيمن الظواهري والخليفة أبو بكر البغدادي أن أبو بكر البغدادي رفض أن يبايع تنظيم القاعدة وأن يبايع الدكتور أيمن الظواهري باعتبار أن الخليفة أبو بكر البغدادي يعني يعتبر نفسه خليفة للمسلمين بأجمعهم وليس إمارة بينما التنظيم القاعدة والدكتور أيمن الظواهري رفض أن يعترف بخلافة البغدادي وقال أن هذه الخلافة لها شروط وهذه الشروط لا تتوفر في الخليفة البغدادي مضافا إلى ذلك بأن أيضا حركة طالبان لم تعترف بطلقا بالخلافة الإسلامية التي أعلن قيامها الخليفة البغدادي في رمضان قبل الماضي من على منبر المسجد الكبير في الموصل هذه هي المشكلة الأسئلة هي مشكلة تنافس بين هذه الحركات الثلاثة يعني الكل يعتبر أن الآخر غير مؤهل لكن في شكل أو بآخر كل طرف يحاول أن يكسب قواعد الطرف الآخر أن يلتهم قواعد الطرف الآخر وهذه هي المعضل الحقيقي حتى هذه اللحظة يعني ما زال يعني تنظيمان المتنافسان هما تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة باعتبارهما تنظيمين عابرين للحدود يعني لكن حركة طالبان تظل يعني إمارة في نطاق أفغانستان وأيضا اللي هي حركة أو جبهة النصرة تظل يعني أيضا منظمة إقليمية في إطار الحدود السورية بينما القاعدة مثلما قلنا عابر الحدود الدولة الإسلامية عابر الحدود والقارات ومن هنا الخلافات أساسية بين هذه الحركات الثلاث أو الأربعة بناء على ما تقول هو تتفضل به دكتور أبو هنية لندخل أكثر إلى وضع تنظيم القاعدة في هذا الوقت لا شك أن داعش يأخذ منه مناصرين منتمين لديه أيضا خطط ربما قد تجذب الكثير من المقاتلين أكثر من القاعدة في أي وضع نجد القاعدة اليوم تنظيم القاعدة هل هو في وضع متفكك هل هو في وضع إعادة بناء نفسه ربما بناء تحالفاته كيف يمكن توصيف واقع القاعدة في الوقت الحالي أعتقد أن القاعدة كانت موجة جهادية ثانية بعد الموجة الأولى وكانت في قمة هي تتربى على هرم الجهادية العالمية والآن انتهت أعتقد أو توشك على النهاية القاعدة وعبروز نهج جديد يقوم على السيطرة المكانية ولا يكتفي بالهجمات النكائية الانتقامية الذي كان يمثل التنظيم القاعدة إذن القاعدة هي تتفكك في فاكستان وأفغانستان لم يعد أحد موجود من القيادات ولا هناك سطوة ولا عمليات خارجية ولا يوجد هناك قدرة معظم القادة العملياتيين وكذلك الشرعيين الذين كانوا يحيطون ببلاد قد تم تصفيتهم بطائرات بدون طيار لا يوجد هناك فعلا قوة للقاعدة ولذلك شاهدنا أن هناك محاولة من القاعدة لإعادة بناء نفسها في محاولة كان هناك المرشحة في مرحلة من المراحل اليمن لقاعدة جزيرة العرب وخصوصا مع أبو بصير ناصر لوحيشي الذي كان يعتبر كان هو فعلا النائب الظواهري لكن بعد مقتل أبو بصير ناصر لوحيشي في يونيو حزيران العام الماضي بضربات طائرات دون طيار أمريكية وتولي أبو هريرة قاسم الريمي وهو قريب من نهج تنظيم الدولة بالسيطرة المكانية وذلك شاهدنا مباشر يسيطر على المكلة وعلى حضر موت بعض المناطق قبل أن يطرد في إبريل نيسان الماضي وبالتالي أصبحت شبكة القاعدة ونحن نعلم أن ارتباط القاعدة في المغرب الإسلامي عبد ملك دروتكال عبد مصعد العدود هو ارتباط شكلي بمعنى ليس حقيقي إذن لم يبقى للقاعدة إلا أن تتحالف مع حركة طالبان وكذلك جبهة النصرة جبهة النصرة نحن نعلم لأن الظواهري قبل شهر قرر نقل كقل التنظيم من خرسان من أفغانستان وباكستان إلى سوريا ولكن هذا القرار في سريط انفروا للشام وبالتالي لم يقل انفروا لليمن أو إلى منطقة القبائل في أفغانستان وباكستان أو إلى كان يحدد الشام وبالتالي هذا الصراع لكن نحن نرى أن أبو محمد الجلاني لا يستجيب على الإطلاق لطلبات الظواهري وبالتالي هو أصلا يفكر جديا بفك الارتباط كما تفكر حركة طالبان لكن هذا راهن بمسار المفاوضات يعني ما الذي ستسفر عنه المفاوضات مع حركة طالبان ثم بعد ذلك يمكن التضحية بالظواهري وبالتالي هو أدرك ذلك حتى من أيام أخطر منصور وأراد أن يذهب في خطوة إلى الأمام متقدمة إلى الشام إلى سوريا ولكن أيضا حتى هذا الطلب مع وجود مبعوثين الذين أرسلهم منذ أبو عبد المحسن الفضلي وصولا إلى عبد المحسن الشارخ إسناف النصر لم تنجح كل المحاولات للاستطان وأبو محمد الجولاني أصلا غير مقتنع بهذه الخطوة بل يدرس جديا بفك الارتباط إذن القاعدة هي في أضعف حالتها إما إذن نحن أمام نهجين إما حركات محلية تتحول النصر إلى حركة محلية كشأن حركة طالبان ويبقى نهج الآخر هو نهج تنظيم الدولة القاعدة إذن أصبحت شيء من التاريخ على الأقل القاعدة التي نعرفها توافق أستاذ عبد الباري على هذا التوصيف الذي قاله الدكتور أبو هنية لأنه مهم هل ترى بنفس المنظار وضع القاعدة أنها أصبحت من التاريخ القاعدة التي كانت أيام بن لادن؟ أنا أتفق تماما مع الدكتور أبو هنية في هذا التوصيف وأقول لكن هناك بعض المحاولات الآن لمحاولة تعزيز وجود القاعدة خاصة في اليمن في إقليم اليمن على وجه التحديد ما زالت القاعدة قوية في اليمن وأما أبو محمد الجولاني فهو الآن صحيح أنه تعرض لضغوط عديدة من دول عربية عدة لفك الارتباط مع تنظيم القاعدة لكنه حتى هذه اللحظة يرفض فك الارتباط لأن هناك المرجعيات الدينية والمرجعيات السلفية لجبهة النصرة وخاصة أبو قتادة أو أبو محمد المقدسي يرفضون مثل هذه الخطوة ويصرون على بقاء جبهة النصرة موالية أو مباعة لتنظيم القاعدة ولأيمن الظواري حتى يتم حسم هذه المسألة أو حتى يتم أيضا إضعاف تنظيم القاعدة خاصة في اليمن أعتقد أن القاعدة ستظل تنظيما موجودا على الساحة وتجد بعض الدعم رغم أن معظم التنظيمات الأخرى التي كانت تنطوي تحت عباءة تنظيم القاعدة مثل بوكو حرام مثل القاعدة في المغرب الإسلامي القاعدة في اليمن ما زالت تبايع التي هي الدولة الإسلامية بطريقة أو بأخرى وشهدنا أن نفوذ تنظيم القاعدة وهيكلية تنظيم القاعدة التنظيمي تتراجع بشكل متواصل لكن الآن أيضا الدولة الإسلامية تتعرض ضغوط كبيرة جدا هي الآن تقاتل على ثلاث جبهات في جبهة الفلوجة في جبهة الرقة في جبهة مثلا حلب على وجه التحديد فأعتقد ربما هذه الأيام ستكون حاسمة جدا بالنسبة لقدرات التنظيمين القاعدة في اليمن التي تتعرض الآن لهجمات كبيرة من قوة التحالف أو تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشام وفي العراق يعني أعتقد أنك أجبت أستاذ عبدالي على السؤال التالي وهو يتعلق بمنطقتنا كيف سيكون حضور هذه التنظيمات في العراق أو في سوريا أو حتى في اليمن بقي أن أسألك دكتور أبو هنية هل سيكون يعني نعود إلى الموضوع الأساسي ومسألة المبايعة هل سيكون له أي تأثير على سوريا خصا أنك تحدثت عن مسألة القاعدة ماذا كانت تريد من النصر وإلى آخره وربما على العراق واليمن بشكل سريع ربما استشراف صغير للمستقبل ولأداء هذه التنظيمات في المستقبل أعتقد بأنه يعني لن نشهد هناك تغيرات جوهرية أو استراتيجية أو اختراقات على الرغم من كل ما نشهده من هذه الحراكات لكن أعتقد حتى لو تم طرد التنظيم من بنبيج أو حتى من بعض أجزاء من الفلوجة ثم حتى لو حصر في مناطق لكن لن نجد هناك اختراقات استراتيجية لن نعلم سواء في طالبان في حركات المحلية الجهادية تحولت وذكيفت مع الشعان المحلي أو كانت معولمة أو عملت على دمج الأبعاد المحلية والعالمية كما يفعل تنظيم الدولة الإسلامية ولكن أعتقد بأن هذا الأمر سنتعايش معه لسنوات لماذا؟ لأنه لا يوجد حتى الآن أي رؤية سياسية واضحة لا في المنطقة العربية يعني وخم المشرق العربي ولا حتى في جنوب شرق آسيا ووسط آسيا أو في أفغانستان وباكستان لا يوجد هناك حلول الحقيقة تتماشى مع هذا حتى الحراك العسكري العملية السياسية في كل مكان إذا نظرنا إليه حتى في ليبيا الذي نشهد تراجعا لتنظيم الدولة في سرط لكن لوجد هناك عمليا فعلا حكومة وفاق وطني واختلافات كبيرة إذن عدم موجود أي عملية سياسية تتزامن مع هذا العمل العسكري فهو أعتقد يمكن تحقيق انتصارات تكتيكية ولكن ليس اختراقات استراتيجية وبالتالي سنتحدث السنة القادمة على الأقل عن ذات السيناريوات شكرا دكتور حسن أبو هني الخبيل في شؤون جماعة الجاهدية من عمان وأيضا أستاذ عبدالباري عطوان رئيس تحليل جريدات رأي اليوم الإلكترونية من لندن والآن نتوقف مع فاصل قصير مشاهدين نعود بعده لنتابع هذه المسائية ابقوا معنا أهلا بكم من جديد للمسائية تتواصلوا في منطقة السيدة زينب فري في دمشق الجنوبي عملية رفع الأنقاض الناجمة عن التفجيرين الانتحاريين الإرهابيين الذين ضربوا تلك المنطقة التفجيرا أسفر عن سقوط عشرين شهيدا على الأقل وعشرات الجرحة تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجيرين الذين استهدفا حجزة الذيابية بسيارة مفخخة وشارعة بدراجة نارية مفخخة ديمة نصيف لا هدنة رمضانية للنازحين إلى جوار مقام السيدة زينب الصباح الرمضاني استهله انتحاريان من داعش بارتكام مجزرة بحق الحي المقتض بالألاف من الزوار والسكان والنازحين من بلدات الغوطة القريبة انتحاريان شاركات الهجوم الأول استهدفا حاجز الذيابية ليصل إلى قلب منطقة بدأ أهلها بالعودة إليها مؤخرا أما الثاني هنا في شارع التين وهو أكثر الأحياء اتضاذا وازدحاما بالسكان لكن رمضان خفف من الحصيلة التي كان يمكن لها أن تكون دامية أكثر هذا ما تبقى من سيارة الانتحاري الذي اختار تفجير نفسه وسط السوق جيران المقام الذي نستقبل العام مع عشرات الشهداء في جريمة مماثلة يدفعون اليوم مجددا مع شهر رمضان وفي شارع التين نفسه عشرات الشهداء والجرحى أكثرهم من رواد السوق الصباحي الحي يشتذب أكثر جيران دماشق تواضعا كما يحتضن بين أرجائه مخيما للنازحين الفلسطينيين يزدحم بقادمين جدد من مخيم اليرموك الانتحاريان من داعش توزعا المهام لإيقاع أكبر عدد منك من الضحايا بعد تجديد إجراءات الدخول إلى الحي أقدم الأول على تفجير حزامه الناسف عند الحاجز الانتحاري الثاني اندفع بشاحنته إلى قلب السوق ليفجر وسط الأهالي حمولتها القاتلة رمضان حجب الكثير من الدماء التي كانت ستسفك الصيام قللة من المرتدين والضحايا في الصباح صار الانفجار الأولاني قبله بشيء ثلاث دقائق تقريبا الانفجار الثاني عند أول بداية شارع التين عم يلف السيارة باتجاه شارع التين وقام نزل منها انتحاري فجر نفسه وبعدين فجرت السيارة ما فيه ثواني بين الانتحار وبين السيارة نحمد الله ونشكره أنه مكان فيه زحمة الشارع كثيفة زحمة الناس وهذا الحاجز جواد للمرة الثالثة بين ركام مخزنه في جوار المقام الحاجز جواد نجى من المجزرة الثالثة ولكنه كالآلاف من جيران السيدة لن يهجر جيرتها من منطقة السيدة زينب جنوب دماشق ديمة ناصيف الميادين هذا التفجير جاء عقب تقدم الجيش السوري في حمص والرقة حيث تلجأ غالبا المجموعات المسالحة في سوريا إلى الانتقام من أي تقدم ميداني ضدها بالتفجيرات المفخخة ليس صدفة أبدا أن تتزامن تفجيرات السيدة زينب في دماشق مع تقدم الجيش في محافظتي الرقة وحمص فالجماعات المسلحة المرتبطة فيما بينها على كل القريطة السورية غالبا ما تلجأ لهجوم بالمفخخات في المناطق السكنية للضغط على القوى العسكرية المتقدمة في الجبهات داعش الذي يتعرض لضغط كبير في عقر داره بات يقف بين مترقة قوات سوريا الديمقراطية المتقدمة من شمال الرقة وسندان الجيش السوري المتقدم من شرقيا هذا الوضع الصعب الذي يعيشه التنظيم ينذر باقتراب الحسم في مدينة الرقة عاصمة خلافة داعش الأمر الذي جعل التنظيم يخطط لضرب المناطق المدنية في العمق السوري في مقاولة لكبح الجيش ووقف تقدمه وبالطبع باستخدام السلاح الأكثر فتكم بالمدنيين وهو السيارة المفخخة مصادر الجيش السوري في دمشق أكدت ضرورة التنبه الأمني في هذه المرحلة فالتفجيرة التي استهدفت منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة تحمل في طياتها رسالة مفادها أن داعش بات يدرك أن وضعه الميداني صعب إن في الرقة أو في حمص التي بات الجيش فيها قريبا من الوصول إلى مدينة دير الزور الأمر الذي دفع التنظيم إلى استخدام المفخخات في دمشق كما فعل قبل ذلك بالساحل السوري في تفجيرات جبلة وترطوس لا يمكن فك ارتباط التفجيرات الإرهابية التي استهدفت منطقة السيدة زينب عن تطورات الميدانية المتسارعة في مختلف الجبهة السورية كل النظريات العسكرية تؤكد أن اقتراب الحسن ضد أي قوة ما يدفعها إلى الاستشراس وإذا قسنا الأمر على داعش فيبدو أن التنظيم بدأ يستوعب هزائمه العديد في العراق وسوريا ليلجأ إلى الإرهاب الذي يتقنه أكثر من أي شيء آخر وهو السيارات المفخخة ومنتظار أن يجهز ضيفنا من دمشق سنذهب إلى هذا الخبر الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية اليوم في غزة حيث طلبت بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف في السفارة الفلسطينية في بلغاريا في شباط فبراير الماضي وأكدت الفصائل أن دم الشهيد النايف الذي ورية ثرة الجمعة في العاصمة البلغارية سوفيا لا يذهب هدرا لنا شهين أبت غزة إلا أن توديع الشهيد عمر النايف جثمانه غاب عن جنازته الرمزية لكن روحه حاضرة خرجوا غاضبين مطالبين بكشف خيوط جريمة لاغتيال ومعاقبة الاحتلال على السلطات البلغارية ألا تستجيب للضغوطات الإسرائيلية وتحاول تمس معالم الجريمة وإنما يجب أن تسلم تقريرا فعليا يعطي نتيجة فعلية لعملية الاغتيال سواء من خلال التحقيقات التي جرت أو من خلال تشريح جثمان الشهيد الفصائل الفلسطينية مع رفاق الجبهة الشعبية اتهموا إسرائيل باغتيال النايف وطالبوا السلطة الفلسطينية بمتابعة التحقيق ومحاسبة المتورطين في الجريمة واعتبروها نقلا للمعركة مع الاحتلال من الداخل إلى الخارج الاحتلال الصهيوني عليها أن يدفع الثمن ثمن تدويل الصراع ونقول للمجتمع الدولي الذي يريد أن يدول الصراع يجب عليها أن يتحرك لمحاسبة الاحتلال الصهيوني عن هذه الجريمة والجرائم التي ترتكب هذا الدم لن يذهب هدرا بالتأكيد ومن حقنا ومن حق الشعب الفلسطيني من حق المقاومة ومن حق رفاقنا في الجبهة الشعبية أن يردوا على هذه الجريمة بالمثل عمر النايف أسير محرر من جنين لطالما طارده الاحتلال بتهمة قتل مستوطن طعنا بالسكين عام 1986 وقبيل اغتياله طالب الاحتلال السلطات البلغارية بتسليمه مما دفعه للجوء إلى سفارة الفلسطينية ووجد مقتولا داخلها ذكرى شهيد عمر النايف ستبقى خالدة في نفوس من أحبوه وعهدهم له بأن الرد على اغتياله حتمي مهما تطول السنين لانا شهين غزة أعلم يا دين ومجددا نعود إلى سوريا وإلى تفجيرات السيدة زينب الدامية اليوم التي تبنىها داعش وينضم إلينا من العاصمة السورية البحث والمحل العسكر العميد علي مقصود أهلا بك سيد العميد ما مدى حجم الخرق الذي تعرضت له المنطقة اليوم أولا تحية لك ولكل مشاهدي قناة الميادين الكريمة وأبارك وأهنئ هذه القناة بالذكرى الرابعة لانطلاقتها الإعلامية شكرا لا شك بأن هذا الحدث في هذا اليوم الجلل والذي تمثل بارتكاب جريمة جبانة أعلن داعش عن تبني هذه العملية في منطقة السيد زينب وبشكل خاص في شارع التين حيث يتواجد الفلسطينيون الذين هجروا من مخيم اليارموك وأيضا هناك مخيم للفلسطينيين موجود في هذه الأحياء وخاصة شارع التين لذلك أنا أقول بأن هذا الخرق في الحقيقة بتقديري جاء بعد الفشل في ربط الريف الجنوبي لمدينة دمشق مع الجنوب السوري وخاصة إلى السويداء ومدينة درعة بعد أن فشلت المجموعات المسلحة في السيطرة على المقروصة وحرفة لربطها بخان الشيح وأيضا بمرورا بكناكر وبعض المناطق الأخرى فلذلك بعد أيضا أن بدأ الجيش يكسر أضلع المسلس الداعشي بقطع رأسه في مدينة تدمر ومن ثم بالعملية التي بدأها على محور السخن الرقة بدأ بتدمير وتقويض أركان هذا الكيان الإرهابي بهذا المسلس وبتقدير اقترب من قاعدته في دير الزور والرقة بعد أن وصل الجيش إلى عقدة ربط استراتيجية بمحيط الرصافة والتي أيضا وضعت الجيش على المسلس الاستراتيجي الذي يخرج منه سلاسة محاور باتجاه الطبقة وباتجاه الرقة وأيضا باتجاه الحبار المنصورة وصولا إلى السخنة أي أن الجيش بهذا الإنجاز في الحقيقة وجه ضربة قاضية لكل هذا المشروع الإرهابي وخاصة بسياق الإنجازات أيضا في الريف الشرقي والشمال الشرقي لمدينة حمص لذلك أنا أقول بأن هذا الخرق في الحقيقة يعني لا يمكن لأي إجراءات أمنية أن تحول دونه بعد أن تبنت داعش والفصائل الإرهابية الأخرى استراتيجية جديدة بعد خسارتها المواجهة في الميدان فتبنت عمليات الإغتيال الفرد والجماعي والعمليات الانتحارية لذلك أيضا بعد أن تخلوا عن القتال في مجموعات كبرى وبدأوا يقسم هذه المجموعات إلى زمر وجماعات صغيرة تنغمس وتخرج أيضا من المدن والأحياء السابقة التي كان يسيطر عليها داعش إلى مناطق أخرى ليتقفوا وبالتالي يستطيعوا نعم هذه الاستراتيجية أصبحت واضحة في تفجيرات ترتوس وجبلة والآن في سيدة زينب حتى تصريحات قادة داعش تشير إلى ذلك ولكن أنت تقول أنه لا يمكن لأي إجراءات أمنية أن تحد من هذا الأمر كيف يعني هكذا ستبقى يعني يستطيع داعش بأي طريقة أن يخترق الأحياء الآمنة أكان في العاصمة أو على أطراف العاصمة أو في الأحياء يعني كيف يمكن درء هذه التحركات لداعش لا شك بأن هكذا ظاهرة وهكذا حالة العلاج يكون بالوقاية وبالتالي يفترض أن يكون هناك عمل استخباراتي وأمني حسيس وأيضا البدء بالانتقال إلى عملية تقييم وتقدير لتهديدات وتحديات هذه العصابات الإرهابية من خلال الوقوف على الخسارة الكبيرة التي ألحقت أو لحقت بهذه العصابات الإرهابية ومن ثم طالما أنهم انتقلوا وتخلوا عن استراتيجية الهجوم بل تخلوا عن استراتيجية الدفاع السابت وبدأوا ينتقلوا إلى مرحلة من الدفاع المتحرك وأيضا تجزئة القوات ونشرها على مساحات كبيرة وحتى التخلي عن مناطق ونقاط تمركزهم والانتقال إلى نقاط أخرى فهذا يعني يقتضي أن تكون هناك استراتيجية جديدة استخباراتية تقوم على ملاحقة هذه المجموعات وربما تكون قد أسقطت علمها أو رايتها لترفع راية فصيل آخر وبالتالي كما حصل في هذا اليوم أنا ليس لدي قناعة بأن داعش هو من نفذ هذا العمل الإرهابي بل الفصائل الأخرى الفصائل الأخرى التي التحق بها داعش لكي يحتمي بها وهي في الحقيقة كلها تحمل نفس العقيدة ولكن كان هناك عملية تغيير للأدوار فتارة داعش وتارة جبهة النصرة وعندما فشلت هذه الدول المستثمرة في هذه العصابات من تعويم جبهة النصرة بدأت جبهة النصرة تتخفى براية ولبوس أخرار الشام وبعض الفصائل الأخرى لذلك أنا بتقديري أننا يجب أن تكون لدينا استراتيجية تتعامل مع هذه الفصائل بنفس السياق وبنفس الرؤية سيد العميد نعم بشكل سريع لو سمحت لأن انتهى الوقت ولكن هذا التداخل بين الفصائل لا يصعب العمليات الاستخبارية للجيش السوري وحلفائه في ترصدها سريعا لو سمحت لا شك حتى عندما تم بناء هذا الكيان الإرهابي بهذا الشكل وبهذه التعددية وأيضا باستقدام جنسيات متعددة لكي يكون هناك صعوبة بالغة أمام أجهزة الاستخبارات لملاحقة هذه الفصائل ولكن في سياق هذه الحرب الإرهابية على سوريا كان هناك تغييرا متعمد وتحديد لأسماء ألوية وكتائب ومسميات لهذه الفصائل لكي تنقطع المعلومات الاستخباراتية عند اللحظة التي يتم الانتقال من فصيل إلى فصيل آخر ولكن أنا أقول عندما تكون استراتيجيتنا الأمنية والسياسة الأمنية تتعامل مع كل هذه الفصائل بنفس الرؤية وبنفس التقييم نعم أشكرك عفوا يعني انتهى الوقت للأسف شكرا لك المحلى عسكري العميد علي مقصود كنت معنا من العاصمة السورية دمشق والآن لم يتبقى من مسائلات ناس وأن نعيد تذكير بعنواني ملفية الظواهر يبيع زعيم طالبا جديد هي بيعة لضمان المأوى أم هي جزء من خطط لمواجهة التهديدات ومنافسة داعش وداعش يتبنى هجمات السيدة زينب إرهاب المدنيين بعملياتها الانتحارية وتغطية هزائمه أمام الجيش السوري في الرقاء وحمص للمزيد من الأخبار والتقاليل يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت المدين دوتنات وموقعنا باللغاء الإسبانية إلى هنا تنتهي المسائية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر